انتقدت كوريا الشمالية تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ طويلة المدى ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع أن الخطة الأمريكية توثير قلق ومخاوف المجتمع الدولي وأضاف المسؤول العسكري أن الولايات المتحدة لا يمكنها هزيمة روسيا بأي سلاح أو دعم عسكري وفق قوله أقرى رئيس أركان الجيش الأوكراني أليكسندر سيرسكي بأن الوضع على الجبهة تدهور مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في مناطق عدة وقال سيرسكي إن الروسيا تهاجم على طول خط المواجهة وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق مشيرا إلى أن القوات الروسية ركزت جهودها في مناطق عدة ما خلق تفوقا كبيرا من حيث القوات والقدرات وفي هذا السياك توقع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن يتفاقم الوضع قرابة منتصف مايو ومطلع يونيو معتبرا أنها ستكون فترة عصيبة بالنسبة لأوكرانيا شدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على أن دعم أوكرانيا في الحرب الجارية ساهم في إبطاء أو إصال خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا تقضى المتحدة بالنسبة للأمريكية على الوقت الأمريكية بربط كثيرة انا امتعاوني لدينا معه ليس لو في مفضوع autant في الأراضي لكن للغاية الكثير من المتحدث لأن الأمريكية لدينام ذات الأمريكية ليس فقط لا تنشفك للأمريكية لدينام ذات الأنفال بالغاية وإن لمّننا لمدة تقضير كمامة إذا كان في الموضوع على المشيط كان سألال في المنطقة كانت السيكريين في كل مكان يتضرق و النفسه على موضوع son alrededor جميعاً. ناعدنا الكثير من الوقت المريض الأعزائيين محاولون الغدور. الآن سيمر مستقبل، ولكن المنظمة التي كانت أخير في القرآن لطولها من المنطقة لتنسونها إلى روسيا لأنها لم يكن محاولة فهو لكي أشبه أتلقى برغب المنطقة لمَنطقة الأداء